مرحبا بكم مشاهدين الكرام إلى نشرة الأخبار من يمن شباب والتي نستهلها بالعنوين الحكومة تشكل لجنة لتسهيل مرور العالقين في منفذ الوديعة الاتحاد الدولي للصحفيين يحمل ميليشيا الحوثيين وصالح مسؤولية انتهاكات حرية الصحافة في اليمن مصرع خمسة من ميليشيا الحوثيين وصالح في معارك بتعز ودعوات للشرعية والتحالف لإتمام عملية تحرير المحافظة أهلا بكم وجه رئيس الوزراء الدكتور أحمد عبد بن دغرب بتشكيل لجنة حكومية مكونة من نائب وزير النقل ناصر أحمد عباد شريف ووكيل وزارة الحج لقطاع الحج والعمراء مختار الرباش ورئيس الهيئة العامة لتنظيم النقل البري جمال الشوبلي لإيجاد حلول عاجلة لليمنيين العالقين في منفذ الوديعة وخاصة حجج بيت الله الحرم وبحسب وكالة الأنباء اليمنية السبأ فإن لجنة الحكومية اتجهت مساء الجمعة إلى منفذ الوديعة الحدودي مع المملكة العربية السعودية للإطلاع عن كثب على أوضاع الحجاج اليمنيين العالقين في المنفذ وستعمل اللجنة على تسهيل إجراءات مرور الحجاج اليمنيين والعمل على كحل كافة الإشكالات لتسهيل حركة المركبات العالقة في المنفذ منذ أيام دعت الحكومة اليمنية المجتمع الدولية إلى تقديم مزيد من الدعم لمواجهة الجماعات الإرهابية والتخلص من ظاهرة الإرهاب التي تزعزع الأمن والسلامة في جميع أنحاء العالم ونددت في بيان صادر عن وزارة الخارجية اليمنية بتفجيرات الإرهابية التي وقعت في مدينتي ماردان وبشاور الباكستانيتين وأسفرت عن سقوط عشرات القتلى والجرحى وأشار البيان إلى رفض اليمن لأشكال العنف والتطرف كافة مهما كانت دوافعه ومسبباته مؤكدين وقوف اليمن إلى جانب باكستان في كل ما تتخذه من إجراءات من أجل الحفاظ على أمنها والسقرارها وأضاف البيان أن الهجمات الإرهابية التي تستهدف الأبرياء وتزعزع الأمن والاستقرار لا تمت بصلة لأي دين وتتنافى مع كافة الأعراف والقيم الإنسانية والأخلاقية نفت الحكومة الأمريكية تسريبات إعلامية بشأن مبادرة تقدم بها وزير الخارجية جون كيري للحل في اليمن وقال بيان للخارجية الأمريكية أنه لا صحة للمعلومات التي نشرتها قناة بي بي سي حول تفاصيل المبادرة الجديدة التي أعلن عنها جون كيري الأسبوع الماضي لإنهاء الحرب في اليمن لا تزال المبادرة الأمريكية للحل في اليمن غامضة ومثار جدل واسع في الأوساط السياسية كما لا تزال معضلة أو معضلة تسليم السلاح وتمسك المتمردين الحوثيين بسلاح الدولة إلى جانب الأسلحة القادمة من إيران التحدي الأبرز أمام خطة كيري ثم تتباينات في الأوساط اليمنية والإقليمية حول فهم وتفسير خطة كيري التي حملها في حقيبته الدبلوماسية أثناء زيارته الأخيرة إلى السعودية وتضمنت عودة المشاورات بشكل متوازن في المسارين العسكري والسياسي وذلك من خلال الاتفاق على تشكيل حكومة وحدة وطنية مع انسحاب الميليشيات التابعة للحوثيين وصالح من صنعاء ومدن أخرى تسليم الأسلحة الثقيلة إلى طرف ثالث لم تحدده الخطة وما إذا كان طرفا محليا أو طرفا دوليا لا سيما في ظل وجود الصواريخ الباريسية ضمن الأسلحة المفترض تسليمها مشروع الحل الذي تحمله المبادرة الأمريكية والذي حرص وزير خارجيتها على إشراك دول الخليج قاد إلى تداول استفسارات تعلقت بمدى استطاعة الإدارة الأمريكية تقديم ضمانات فعلية وعملية لخطة الحل وفرض ما تضمنته المبادرة كيري استبقى استفسارات تفصيلية من شأن الإجابة عليها ووضع الولايات المتحدة أمام التزامات وفضل التلويح باتخاذ الخطوات اللازمة من قبل الرباعية الدولية في حال لم تلقى المبادرة أي تجاوب والتزام من الميليشيات الحوثية الموالية لإيران الحوثيون بدورهم أعلنوا سياسيا ترحيبهم مبدئيا بخطة كيري وذلك من خلال تصريحات رئيس المجلس السياسي التابع للجماعة لوكالة أنباء عالمية لكن المتحدث باسم الجماعة أطلقت هددات أكد فيها عن نزع روح من يطالبهم بتسليم السلاح الأمر الذي يقود إلى تكرار الاسفسار حول استطاعة الولايات المتحدة تقديم ضمانات لفرض مبادرة الحل على الانقلابيين أم أن خطة كيري لن تكون سوى نوع من المجاملة في حفلة وداع لرحلته الدبلوماسية مع قرب الانتخابات الأمريكية هذا ويقوم المبعوث الأممي إسماعيل والدشيخ بجولة جديدة يتوقع أن تشمل عددا من الدول العربية لترتيب السئناف المشاورات اليمنية على أساس خطة كيري ومن المقرر بحسب مصادر سياسية أن يلتقي والدشيخ بالرئيس هادي وحكومته في الرياض ووفد ميليشي الحوثيين والمخلوع في مسقط انتهاكة إيران تطال 12 مليون من العرب الأحواز والعفو دولية ترصد جرائم النظام الإيراني بحق عرب الأحواز في هذه البلاد التي صارت بحق جمهورية الإرهابي ومنبع تصديره إلى دول العالم المزيد في هذا التقرير انتهاكات شنيعة تمارسها إيران بحق عرب الأحواز الذي يصل عددهم إلى أكثر من 12 مليون نسمة واستغياب اللافتين للجرائم في اهتمامات المنظمات العالمية ومجالس حقوق الإنسان تقرير حديث صدر منتصف الشهر الماضي عن منظمة العفو الدولية صلتت فيه المنظمة الضوى على جانب من تلك الانتهاكات والجرائم بحق عرب الأحواز التقرير كشف عن تمييز ممنهج تمارس الحكومة الإيرانية لا سيما في السكن والتوظيف وقيامها بمنع الحقوق الثقافية والسياسية والمدنية فضلا عن حرمانهم من استخدام اللغة العربية لم تكتفي الحكومة الإيرانية من ذلك بل تقول العفو الدولية في تقريرها إن الأمر تعدى لارتكاب عقوبة الإعدام فمجرد أن تتحدث اللغة العربية هناك كما تشر تقارير حقوقية عربية فذلك تهمة بالنسبة للحكومة الإيرانية وتستحق عقوبة الإعدام نشطاء عرب في الأحواز ممن نجوا من عقوبة الإعدام تحدثوا عن تجاربهم مع المعتقلات وأساليب التعذيب النفسي والقسدي لكونهم من العرب تستمر معاناة أكثر من 12 مليون عربي تحت الاحتلال الإيراني في منطقة الأحواز وتمنعهم إيران من الأسماء العربية والاحتفال بالعياد والمناسبات وذلك منذ بداية احتلالها للمنطقة في عشرينات القرن الماضي في مدينة تعز سشهد طفل برصاص قناص حوثي شرق المدينة وقالت مصادر طبية أن الطفل محمد ذو الاثنى عشر عاما وهو نجل القيادي الميداني في المقاومة الشعبية وهيب الهوري تعرض لطلق ناري من قبل قناص حوثي في منطقة ثعبات شرق المدينة الحمد لله نحن سنقدم الكثير من الشهداء قضى محمد وهيب اليوم شهيدا مدنيا في طريقه إلينا للقبل الزيارة في حسنات لن يفتوا من عضدنا كلما قدمنا شهيدا كلما زدنا قوة كلما زدنا إصرارا نحن مشاريع شهادة وسنقدم أبنائنا وكلما نملك في سبيل هذه الوطن وفي سبيل عقيدتنا وديننا الله أكبر والله الحمد وفي مدينة تعز أيضا لقي خمسة من عناصر ميليشي الحوثيين وصالح مصرعهم وأصيب آخرون في معارك عنيفة مع رجال المقاومة الشعبية في عدد من الجبهات وقالت مصادر أن خمسة من الميليشي قتلوا وأصيبوا في المعارك التي اندلعت مع المقاومة في المنطقة في غربي جبلهان والأربعين شمال شرق المدينة فيما أصيب خمسة من رجال المقاومة وفي عزلة الأحكوم التابعة لمديرة حيفان تعرضت مواقع الجيش والمقاومة في التبة الخضراء لقصف من قبل الميليشي المتمركزة في الأكبوش دون أن يسفر القصف عن خسائر وفي مديرة الصلو جنوب تعز أفشل الجيش والمقاومة محاولة تسلل للميليشي في منطقة حجمة هذا وأكد قائد الجبهات الغربية بمدينة تعز عبد حمود الصغير في تصريح خاص ليمن شباب أن معارك يومية تدور في الجبهات ومحاولات مستميثة من جانب ميليشي الإنقلاب لإعادة احتلال مواقع اندحرت منها في جبلهان ومناطق الضباب والجبهات الغربية بفضل الله عز وقل ثم بصمود الشباب وثباتهم قبلها نصبح آمنا لوجود قبال على هذا القبل راسيات صامدة هذا الصمود الأسطوري لهؤلاء الرجال يقعلنا نفتخر بهم ويقعلنا أيضا نتقدم أكثر سيدنا على بقية الماضي في تعز ايضا دعت جموع ثورية في ساحة الحرية بالمدينة الشرعية والتحالف إلى الاستفادة من الانتصار الكبير الذي تحقق بفضل عملية كسر الحصار جزئيا عن المدينة مطالبين بهذا صدد بإتمام عمليات التحرير الشامل لتعز وإنجاز المرحلة الثانية من كسر الحصار عن المدينة من أجل دحر الانقلاب في اليمن وإنهاء التهديد الإيرانية واعتبرت الجموع أن معركة تعز هي مفتاح الانتصار اليمني الخليجي العربي على المشروع الإيراني الإرهابي الذي يسهدف دولا وشعوب في المنطقة العربية باستخدام ميليشيا طائفية إجرامية يمكن القضاء عليها بالعزم ووحدة الصف العربي ويسود في تعز رأي عام مطالب بإتمام عملية التحرير الشامل للمحافظة كأولوية أيضا وإسنادها بشتى الطرق العلنية وغير العلنية بالنظر إلى الأثر الكبير في مجرى الأحداث الذي تثبته الانتصارات أو الذي تثبته الانتصارات المتوالية في تعز لصالح اليمن وشرعيته والتحالف العربية وحسب مراقبين فقد اتضح من خلال نجاح المرحلة الأولى في العملية العسكرية لكسر الحصار عن تعز من جهة الغرب والتي تمت في أيام تبين أن العملية أكسبت اليمن والتحالف نصرا فارقا وكسرا للإنقلابيين يثبت بما لا يدع مجالا للشك أن تعز هي بوابة الانتصار اليمني العربي لدحر الانقلاب جذريا وإزالة خطر التهديد الإيراني محمد باسم طفل في العاشرة من عمره يحضر فصول المدرسة بساق واحدة ويلعب بابتهاج حالته تؤكد أن قذائف الميليشياء نالت من جسد ولم تنل من روحه مجسدا أو مجسدا بذلك صورة عن صمود تعز وبسالتها في وجه حرب غاشمة تشنها بيليشياء طائفية إرهابية ضد المحافظة منذ تسعة عشر شهرا قصة محمد يرويها الزميل أمين دبوان في هذا التقرير فرحة ارتسمت على محيه لكنها تخفي وراءها وجعا وجريما فالوجع طفولة تتعثر في المستقبل طوال حياتها بفعل الإعاقة والجريمة قذيفة لعينة متمردة انقلابية كأصحابها أبت إلا أن تلتهي مساقة محمد باسم يسقط ويتعرقل وبإمكانياته المتاحة يتغلب على المعوقات بل يجداز الصعاب وتراه في القمة وهو ما تفعله تعز رغم قلة العتاد والعدة حين حضرت الجمهورية وقف محمد شامخا كجبل صبر جنوب تعز وجبل جر شمالها وهان في غربها ولمن لا يدرك ويظهر جليا في الصورة محمد بلا رجل صناعية رغم البتر ولسان حاله من ضحى بجزء من جسده لا يضره العوض وتلك قصص التضحيات بمدينة الصمود الآن أصعب أصعب لمن لا يريده هل ليش كيف يتكعون هل لما تشد العالم كيف يتكعون هل لما تشد العالم كيف يتكعون إحساسه أنه باقد لنقنه وحاول أنه يلعب صعوبة ويحاول أن يلعب في الأطفال حديثتهم من قبل عصابة الموت والإجرام والقتل بعد هذا كله محمد بلا كسوة عيد ولا ضير أيضا ومتى كان الفقر عيبا وعندما تعلو الهمم التهون سفاسف الأمور فاعلة خير تكفلت بملابس محمد وما أشبهها بإغاثة المدينة حين يشتد الخناق لو كان لتعز ناطقا رسميا للصمود والمقاومة لكان محمد أجدر بالمنصب ولقد كان طفولة منقصة يعيشها أطفال الحالمة جراء الحصار وطفولة مفقودة جراء القذائف والقنص وبين الطفولتين مأساة وطن أمين دبوان يمن شباب تعز ومن تعز إلى محافظة شبوى حتى سشد مواطن إثر قصف الميليشيا قرى مديرة عسيلان شمال المحافظة وقال سكان محليون إن قذيفة من نوع كاتيوشا أطلقت ميليشيا الحوثيين والمخلوع صالح على قرى بالقرب من مركز مديرة عسيلان هذا وتقصف الميليشيا أحياء وقرى سكانية منذ أكثر من سنة ونصف على مديرتي بيحان وعسيلان الأمر الذي يؤدي إلى سقوط قتلى وجرح من المواطنين وأضرارا مادية في المنازل والممتلكات استشد ثلاثة جنود وأصيب سبعة آخرون بينهم مدنيون إثر انفجار عبوة ناسفة بمحافظة لحج وذكرت مصادر أمنية بالمحافظة أن عبوة ناسفة زرعها مجهولون انفجرت أثناء مرور دورية عسكرية وسط مدينة الحوطة ما أسفر عن مقتل ثلاثة جنود وإصابة آخرين إضافة إلى مقتل مدنيين اثنين كان على متن دراجة نارية نفذ أهالي معتقل ثورة الحادي عشر من فبراير بتعاون مع ناشطات حقوقيات وقفة احتجاجية أمام المحكمة الجزائية بالعاصمة صنعاء وطالب الأهالي المحكمة الجزائية بالإفراج عن المعتقلين الذين ما زالوا خلف القطبان منذ خمسة أعوام دون أي تهم قانونية توجه إليهم وكانت ميليشي الحوطيين والمخلوع قد اختطفت المعتقلين من سجن الأمن المركزي في السادس والعشرين من يوليو الماضي وأخفتهم قصرا دون وجه حق قبل أن تعترف أنهم في الأمن السياسي يذكر أن قوات المخلوع صالح قامت باختطاف خمسة من شباب ثورة 11 من فبراير عام 2011 بدون تهم حقيقية وهم إبراهيم الحمادي وشعيب البعجري ومحمد عمر وغالب العزري وعبد الله الطعامي حمل الاتحاد الدولي للصحفيين ميليشي الحوطيين وصالح الانقلابية مسؤولية اقتراف انتهاكات لحرية الصحافة في اليمن وقال الاتحاد في بيان صحفي أن عناصر الحوطيين وصالح الانقلابية ارتكبوا انتهاكات بحق الصحفيين في اليمن بينها القتل والخطف والاعتقال والاعتداء مشيرا إلى أنه سجل مئة حالة من تلك الانتهاكات خلال النصف الأول من العام الحالي وحده وطالب الأمين العام للاتحاد أنتوني بلانجي بوضع حد لمثل هذه التصرفات التي تعد استهدافا مبيتا لوسائل الإعلام في اليمن داعيا إلى السماح للصحفيين بحرية العمل في اليمن حملة الكويت إلى جانبكم تدشن توزيع سلال غذائية لألف ومائتي أسرة في مديرة قعطبة بمحافظة الضالع منهم سبعمائة من النازحين وأسر الشهداء التقرير التالي يصلط الضوء على دور الكويت في إسناد المجتمعات المحلية المتضررة من حرب ميليشيا الحوثيين والمخلوع في البلاد الجريح علي المنصوب واحد من جرح المواجهات في جبهة موريس دمت بمحافظة الضالع ومثله جرح كثر بينهم حالات وإعاقة الأمر الذي ضاعف من معاناتهم وأرهق كاهل أسرهم كون بعضهم صار عاطلا عن العمل كثير من الجرحة لم يتلقوا العلاج المطلوب ونشكر دولة الكويت لما قامت به من مشاركة إنسانية ولفتها إنسانية نحو الجرحة والمعاقين هذا المكفوف من ضمن أسر صاروا في عداد الأسر المحتاجة التي تفتقر لأبسط مقاومات الحياة في مناطق صراع أطلق عليها بالمنكوبة نطالب المنظمات الإنسانية باهتمام بالمناطق الصراع دولة الكويت مدت يد العون للنازحين والمتضررين وأسر الشهداء والقرحة كلفتة حانية حيث دشنا مشروع توزيع 3750 سلة غذائية نقوم بتجشين المرحلة الثانية من الدعم الكويتي لأخوانه في بلد الإيمان والحكمة البلد المنكوب الذي تأثر جراء هذا الانقلاب الفاشي الذي أهلك الحرث والنسل مشروع الإغاثة بدأ باستهداف 1200 أسرة في منطقة مريس والعود بقعطبة من بينها 700 نازح وأسر شهداء يليها مشارع أخرى بحسب القائمين على الإغاثة نشكر دولة الكويت أميراً وحكومةً وشعباً على ما قدموه للمحتاجين والمتضررين بمديرية عطبة الشكر موصول لأمير دولة الكويت ولشعب الكويت السرائح المستفيدين المستهدفين بالدرجة الأولى النازحين والمتضررين وكذلك المجتمع المضيف للنازحين الأشد تضررون في حين تتزايد عملية النزوح نتيجة القصف العشوائي والمواجهات المتقددة في الجبهتين الشمالية والشرقية يعمل هؤلاء على مد يد العون للمحتاجين والنازحين عبدالعزيز اللي يمن شباب أبالع إذن مشاهدنا ختام النشرة إليكم أبرز ما جاء فيها من أنباء الحكومة تشكل لجنة لتسهيل مرور العالقين في منفذ الوديعة والاتحاد الدولي للصحفيين يحمل ميليشي الحوثيين وصالح مسؤولية انتهاكات حرية الصحافة في اليمن مصرع خمسة من ميليشي الحوثيين وصالح في معارك بتعز ودعوات لشرعية والتحالف لإتمام عملية تحرير المحافظة إذا مشاهدنا كان هذا كل ما لدينا في نشرة اليوم أشكركم على طيب المتابعة وإلى اللقاء اشتركوا في القناة